بلات الزين centrifuged to separate add into components fractions يعني بعد ما بناخد العينة بتاعت الدم بنحتاج نحن نحطها في جهاز الجهاز ده اسمه centrifuge عشان نعمل البروسيس البروسيس ده اسمه centrifugation centrifugation اللي هي تدوير العينة والجهاز نفسه اسمه centrifuge جهاز التارد المركزي بيفصلنا البلات إليه البروسيس ده اسمه components ادي بلات لما تسحب وتحط في انبوبة الانبوبة دي فيها انتيكواجلند انتيكواجلند اسمه اديته عشان يمنع تجلوت الدم يفضل الدم زي ما هو فيش جلطة الدم تحط فيه جهاز اللي هو السنترفيوج دور تفاصل الدم الى components components ديت زي ما احنا شايفين كده 55% بلازمة 55% هيماتوكريد اللي هو البروسيس باكت سيل فوليام وجزء صغير قوي في النص بين البلازمة وبين الهيماتوكريد اسمه البافيكوت البافيكوت ده عباره عن بلازمة يبقى بعد السنترفيجيشن للبلط اللي تكن في انتيكواجلت يو وانتيكواجلت يو بمعنى اذا ما اتفقنا مع بعض امبوبة فيها مادة منعة للتجلط عشان تمنع التجلط على طول البلط هيفصل الى بلازمة وسيلز وسيلز قسمناها الى طبقين طبق اسمه البافيكوت بين البلازمة وطبق اسمه الهيماتوكريد ترجمة نانسي قنقر